بسم الله الرحمن الرحيم بيان تنسيقيات ونقابات المعلمين للمناطق الوسطى والغربية والجنوبية وظاهر وباطن الجبل استكمالا لمشوار النضال الذي بدأه المعلم منذ سنوات للمطالبة بحقوقه المشروعة ها نحن اليوم نجتمع في مدينة الزاوية من مختلف المناطق لنوجه رسالة شديدة لهجة لحكومة الوفاق الوطني ووزارة التعليم نقول فيها إن زمن المطالبات قد ولى وفاة وصار لزاما علينا أن ننتزع حقوقنا انتزاعا بعدما خذلنا جميع المسؤولين بالدولة ونكثوا بعهودهم للمعلم والتي على إثرها تم تعليق الاعتصام بالعام المنصرم وعليه فإننا نحذر كافة الجهات المسؤولة عن عرقلة تنفيذ مطالب المعلمين من ثورة المعلم إزاء تهميشه وعدم الاكتراف له ونعلمكم بأن المعلم لن يقف متفرجا على هذا الظلم والتهميش وأن على الحكومة البدء فورا في تنفيذ الوعود المتفق عليها سابقا وصرف مستحقات المنسبين الجدد وإلا سوف يتم تصعيد الموقف وإذا كانت الحكومة عاجزة عن الوفاء بوعودها فلتترك الميدان لمن هو أقدر منها كما نحمل وزارة التعليم المسؤولية الكاملة عن مخاطر العودة الدراسية في ظل تفشي جائحة كورونا وظهور حالات بين الطلاب في عدة مناطق نظرا لعدم التزام الوزارة بالإجراءات الوقائية التي اشترضتها اللجنة العلمية الاستشارية للجائحة صدر في مدينة الزاوية بتاريخ اليوم الأحد الموافق 6-9-2020 من الدية الله أكبر